هذه الأراضي نحن اللي يثبتها عندنا وهو دمنا اللي سال فيها شوف كافحنا الانجليز وكافحنا البرتغيز وكافحنا فرنسا وكافحنا سبانيا وراهم يشهد عليها الصناك كاملات من الصابح حد اليوم منذي الناس الكبار قاعد حذاك يقول لك اي صانقة صانقة قط خلات من فرنسا وي عملية قط وعدلت مع الاسبانيين ومع البرتغال ومع الغيرهم والغير غيرهم اكسمات ثانيا ارضنا ما قط مسحت ارضنا هي عرضنا واللي يثبت وجودنا هو وجودنا فيها وجودنا فيها اللي ما قط حركنا عنها وماتوا في هواينا من قرون في قرون في قرون في قرون هو اللي يثبت بان ارضنا نزيدك على ذاك وهي المسألة اللي صبانيا نهارها اللي مشات خلات خريطة في هالا السيطواصيون ديال القبائل كاملة كل القبيلة بلدها اللي هو لها مالكة وتسكن فيه وترعى فيه وتفلح فيه وهذه الخريطة ان شاء الله رانا اللي نعطوها لكم وتشوفوها عن قرب ونعطو لكم ومالكة ان احنا ارضنا اصل وجودنا فيها هو اثباتنا وموتانا فيها وقبورنا هو اثباتنا والاستعمارات اللي قط واخذوا علينا هم اثباتنا وجهادنا وموتوايننا وهو اثبات كل شيء واحنا مجينا من العيون الى الرباط اول لقاء عدناه مباركة من رابطة لحقوق الانسان وعدنا الاجتماع واستقبلونا فيها ناس جزاهم الله بخير الصحافية ومحامون وغيرهم وعطونا عناية كبيرة وهذا شيء يثمنه احنا كصحراويين وكلهم مأيديننا ومتواطين معنا وماشيين معنا على قضية رفع اليد عن الاراضي اللي تحفظها الاملاك المخزنية ودرنا الاجتماع الثاني فمع نبيلة مونيب استقبلتنا استقبال حار ومعها ناس جزاهم الله بخير حتى هما جميع الناس ودماير الحية باش جينا يوم الجمعة على الساعة العاشرة اللي نقدو فيها اجتماع عام حزب حزب استراكي الموحد في الدار البيضاء ان شاء الله وراننا نادو الجميع باش جينا وآذرنا على قضية رفع اليد عن الاراضي اللي الدور تحفظ الاملاك المخزنية بمباركة من المحافظة العقرية وهذا الشيء اللي يجينا منجله وله انتموا ان شاء الله ماشين في هذا اتجاه اللي ذا هو وماننا له نخلوا فيه شيء اسوش انه نقدو نعدلوا فيه شيء ما عدناه والناشدوا حتى الحكومة والناشدوا حتى الدمائر الحية والناشدوا حتى الشعب المغربي بامته اللي مدرر كيف تنى اعلت اراننا مضامنين معاهم على اي شبر من ارضهم لا هي يصادر والله لا يتدخلوا ايادي اجنبية استعمارية تعرف كيفاش تستعمر احنا طبعا على كل حال هذا الشيء حاسم به وان راعوا فيه وبوادر تلوح في الافق وما اننا قابلين ارادنا من طانجة الى القويرة ان يدخلها اجنبي لا هي صادرها والله لا هي يدير فيها جذور استعمارية باش تعد نهار التالي عندها عواقب وخيمة عكسة لنحن الساكنة ككل هذا الاستثمار على حساب ما يظهر ان احنا على حساب ما نشوفه هو بداية استعمار لان الاستعمار دائما منين يبغي يستعمر بلدة من هذه العلم الثالث يحتسب عنها لها ما هم معين ولا هم فاهمين اول يجيهم ينعث لهم الربح ويدرق عنهم رأس المال كما يقول المثال وحاول باش يدير جذوره في الارض ولكن هو النواية الخافية هي نواية استعمارية والمغرب والله اللي في غناء عن ذا كان المغرب الحمد لله ما خاصه شي مغرب فيه رجالات مثقافين فيه كفاءات كبيرة عريضة طويلة ما نقده قال الحمد لله سواء هو يقده يعود في غناء عن كل شي عنده جميع الوسائل ارض وخصبة الخير موجود شعب طاهر زين ولا عرفنا هذه الحكومة اللي يهدينا ويهديها عشان هي السبب اللي انعادت للدخل علينا البراني يستعمرنا وينزف خيراتنا ونعودوا اتباع والله نعودوا اه الخس من ذاك والله قاع يبني مجدو على انقاذنا هذا شي مرفوض جملة وتفصيلا والكامل المستعمر نختيرها لا يتم مبعيد منه المغاربة فيهم من الكفاءات اللي يقدوا حاطهم مشاكلهم كاملة ويقدوا عدلوها كاملة ولا خاصهم شي من حد اسوء هواية منه لا ما راننا ما نضد اي استثمار يكون استثمار معقول يا غير ما يتعود قابط وادي استعمارية الدور اباش تعدلنا احنا النهار التالي ندفع الاثمينة كاملة وتحول خيراتنا ونرجع احنا اه اه ناس فقراء ما ادينا يدينا للغربة والناس اللي استعمروا واردنا هذا الشي احنا مانا قابلينه ولا يقد يصلح فينا وراننا من هون نقولوا حذاري يا الناس اللي مدبرين الشاء العام لاي صغيروا عقولكم الى درجة انكم يحجلكم عن خالق حد يبغيكم الله رافد همكم الله يدور ناصلحتكم راهوا اللي جايكم ما اديدو حال الفمو يدور اللي استنزف خيراتكم واستعمر ارضكم وحاسدكم حتى ذي الريح اللي اه تستنشقوا هواها الطاهر اه اه تتمتعوا شمسها الساطعة وتشوفوا السماء الزرقى من قد روسكم هذا الشي محسود لكم طبعا وحاسدوا القوالة استعمارية اللي جاية تزحف وباي وسيلة تنطوى علينا الحيلة واحنا المغاربة اذكى من اللي له تقد تنطوى عليهم الحيلة وحتى اللي انطوات على مجموعة صغيرة ما زالوا شباب يتدبر رشال العام اراهم المغاربة اللي هما قاعدة رجال اعقل من ذاك اللي ليتنطوى عليه الحيلة ولا تقد يصلح فيهم شي حاجة اللي ماهي في مصلحتهم